في يوم 3 فيفري 1748 تكتبت في الجزائر وثيقة مهمة جداً في تاريخنا لأنه ما كتبها شخص ولا اثنين بل بحضور أكثر من ألف شخص لهذا فقيمتها التاريخية لا تقدر بثمن ورغم هذا ما قره هنش في المدرسة وقليلي يعرفها من الجزائريين ونتحدث هنا على أول دستور للجزائر اللي تكتب منذ أكثر من 275 سنة وهو بذلك ثاني أقدم دستور موثق في التاريخ وهيا نشوفوهما بعضاً السلام عليكم أنا محمد دومير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجي لما نقوله 1748 يعني كان على رأس الحكم الجزائري محمد بن بكير وكان هذا أول عامله في الحكم اللي راح يدوم 6 سنوات وتوليه للحكم كان في فترة دموية تشبه إلى حد المال عشرية سوداء أو ربما أكثر وإن كانت الخلافات والمشاكل بين الجزائريين تحلوا بالسيف والبرود لهذا كانت مسؤوليته الأولى هي إنهاء الفوضى في البلاد وخاصة في الجيش وجمع كل الأطراف على ميثاق واحد يلتزموا به نجح محمد بن بكير في جامعة الصف الجزائري وإن تم تحرير هذا المثاق واللي يسموه عهد الأمان واللي يقرأ المجلة الأفريقية الصادرة في الجزائر في 1860 راح يلقى في صفحة 211 نسخة من وثيقة عهد الأمان والدكتور بن عماني من جامعة الجزائري يقول إنه اطلع على النسخة الأصلية لمكتوبة باللغة العربية في المكتب الوطنية وهي نقرأ عهد الأمان ونشوف واش نقدر نستفيده ولا نتعلمه منه يبدأ بعبارة عدد كبير من المسؤولين تداولوا المناصب العليا في بلادنا بلاك يلحق مئة ألف شخص من الذين زاولوا سلطة معينة في مملكتنا الجزائرية إلا أنه بعضهم تسبب في مشاكل فوضى وكان جزاؤهم الإعدام وهذا الفوضى أدت إلى تراجع جيشنا وإضعاف وحداته المنتصرة لأنه البعض قلوبهم بردت والكبرية أعمالهم عينيهم حتى وقعت عداوة بين الأب وابنه والأخ وخوه والصديق صديقه وهذا أدى إلى العنف وصرنا نتصرف بعداء تجاه بعضنا البعض وعليه أصبح من الوجب أننا ندير حل لهذا الفوضى وقررنا ندير جلسة في الديوان تحضرها جميع الأطراف ونخرج فيها بقرارات تمنع تكرار هذا الفوضى ونرجع كامل إلى الصواب ونسأل الله البركة في لقائنا هذا ولقد تم وضع اتفاق عهد الأمان بمساهمة القادة وكل الإخوة وأفراد الجيش وهو القانون في تطمين الجيش أنه يبقى الانكشاريين والكراغلة في الجيش حتى لسن تقاعف لأنهم يقومون بأعمال بطولية وشاقة يطول ذكرها وثاني قانون ما كان حتى عمل نرفض القيام به في الجزائر ولا واجب نتقاعس عنه بلما ننسو أن القيام بكل هذا يتوجب أولا العودة إلى المولى عز وجل وأن نقر بعظمته وعلو شأنه وأن يرى منا الحمد والرضا ومن اليوم فصاعدا لازمع لنا ننسى كل الذي حدث سابقا ونخرج من قلوبنا البغضاء ونضع محلها المودة والإحسان فنحن جميعا إخوة وباعتماد هذا العهد نغلق كل الملفات القديمة ونرموها ورانا ومن الآن وساعدا كل واحد وخدمته وما يدخلش في حاجة خاطئ اختصاصه الآغة آغة والعسكري عسكري والخيال خيال كما أنه لازم على كل آغة أنه يحكم فقط بدين الله ويطبق الشرع على الجميع ولا ينحرف عنه ولو بسمك شعر حتى على الكفار لقانون يبقى قانون ويزيد يرجع ويقول أحكام الشرع الشريف هي القانون في كل الأحوال حتى لو كان تحكم على واحد عزيز عليك طبق عليه دين الإسلام واللي جاه واحد مظلوم لازم يحقق بشفافية ودون أي تهاون بهم يتظلم حتى واحد وإذا تعذر على الآغة حل الخصومات بما يرضي الله فليرفع القضية للإدارة الأعلى للإعانة القضائية أما إذا تعاون المسؤولين على الظلم بقبولهم الرشوة وباعوا ضاميرهم واخترقوا القانون فلن يزيدوا بهذا لبلادنا غير العداوة والكرهية والإضطراب ولأجل وضع حد لكل هذا سنطبق الصرامة التامة في تنفيذ هذا العهد ثم كل واحد لازم يرضى براتب الشهر التاع وأنه لا ينخرط في أي عمل فوضوي وأن لا ينحرف على تعاليم الدين وكان عنا العلماء وأولياء الله لازم علينا نسمع كلامهم وانتبعونا صياحهم لأن الاتفاق على كلمة واحدة هو الحل في الجزائر كما تعرفوا هذا البلد الجهادي محاط بالأعداء من كل الجهات وللأسف نحن لا نبالي بل أصبحت الدنيا أكبر همنا فالله يهدينا جميعا ولتنظيم الجيش من الآن وساعدا اللي باباه تخصص انكشاري يكون في الجيش الانكشاري واللي باباه في المدفعية يكون في المدفعية واللي باباه شاوش يكون شاوش واللي باباه صبايحي يكون صبايحي بلا من خلطوا التخصصات كما يجب أن يتوقف جمع الضريبة من المواطنين في حالة تقع علينا أي عدوان أو تهديد من الخارج ثم العاصمة لازم تكون ديمة محروصة لأنها هي قلب الدولة محروصة 24 ساعة ب600 فرد والدولة رح توفر لهم غرف لإقامتهم وإطعامهم أما ليخدموا في مطبعة نقودنا وعملتنا أي واحد يزور العملة ويطرحها في السوق فعقوبة الإعدام وبالنسبة لوحدة الجيش الداخلي أي واحد يخرج لجمع الضريبة من الولايات ويتسبب في الفوضى مع السكان كون عقوبة الطرد من العاصمة ما يرجعش للعاصمة نهائيا وإذا القافلة كاملة شاركت في الفوضى تعزل مباشرة ويمنع كل أفرادها من العودة للعاصمة واللي تحكم في العاصمة من هؤلاء ولو بعد مدة يقتل وتبقى قوة جيشنا في أداء عمله كل واحد في اختصاصه ليخدم البحر ولا ليحرص الثغور ولا ليدور في الولايات مع العلم أنه ليسر بمعلومة ولا ينشر أخبار مخالفة كون عقوبته بقطع الرأس ولقد اتفقنا جميعا على هذه القرارات بهم يخرج عليها حتى واحد في المستقبل وسنمنح مكافأة تشجيعية لكل من يؤدي عمل بطولي سواء في البحر أو في البر وفي الأخير يقول قد حضر كتابة هذا العهد بما مجموع 1324 مسؤول في الدولة وقد تم تسليمه للحاكم ليحتفظ به وعندما تنتهي فترة ولاية يسلمها لمن يخلفه لنحفظ عهد الأمان وعليه من الآن وصاعدا نحافظه على عهد الأمان ونطبق ما جاء فيه ونلتزم بشرع الله ونعمل بعضنا بالمودة والإحسان ونسأل الله توفيق وفي ظهر العهد مكتوب في مراسيم حكم البلاد لأي حاكم جديد فإنه يعلق على رقبة عهد الأمان مثل القلادة وقد كتب في عهد محمد باشا بتاريخ 23 جمالة الأولى سنة 1162 للهجرة إذن هذا هو عهد الأمان أو مثاق تنظيم السياسة والجيش في الجزائر عام 1748 ونرجع ذلك ندير له ملخص عملي لترتيب الأفكار أولا كل شيء مبني على تعاليم الدين الإسلامي لأنه قال يتوجب العودة إلى المولى عز وجل وقال لازم على كل آغة أنه يحكم فقط بدين الله ويطبق الشرع على الجميع حتى على الكفار وثانيا أن البلاد مرت بفترة عمت فيها الفوضى ثم ضروري على كل واحد أنه يؤدي الدور المانط به في هذه الدولة لما في النص ما كان حتى عمل نربض القيام به في الجزائر ولا واجب نتقعس عنه وهنا مع ضرورة التزام كل واحد بصلاحياته وما يدخلش في سلطة الآخرين ثم هذا العهد الشاركت في سياغة كل الأطراف وهو ملزم لكل الأطراف بل هو مثق وطني شارك فيه أكثر من ألف شخص سادسا يحكي على الخبرجية عقوبتهم الإعدام هما اللي سربوا معلوماته ولا ينشروا أخبار مخالفة وسابعا قوة الجيش في التزام وحداته بتخصصها ثامنا الدولة هي الوحيدة لتسك العملة وعقوبة من يزور نقود من عمال المطابع هي الإعدام وتاسعا القانون فوق الجميع وهذه شفناها في أكثر من فقرة وعاشرا أهمية العلماء والمربطية كما ترجمها الفرنساوي والنص يقول لازم يكون كلامهم مسموع وحداش الجزائر محاطة بالأعداء لأنه قال وإن الاتفاق على كلمة واحدة هو الحل في الجزائر لأن هذا البلد الجهادي محاط بالأعداء من جهاته الأربع ثم لا ضريبة تجمع وقت الحرب وهذه تقدر تكون لعدم إثقال كاهل الشعب لأنه ديما مع الحرب تكون ندرة في التمويل أو تقدر تكون لضمان تواجد هذا الجيش البري على الثغور ثم أهمية تأمين العاصمة لأنه فيها الموارد والمخازن والأموال ثم الجندي ممنوع يشتبك مع المواطن وإذا حدث يتعاق بالجندي ثم تشجيع الأعمال البطولية والإنجازات كما شفنا هنا والغرض من كل هذا هو معالجة التحديات والصراع الداخلي وكل حاكم يعلق في رقب تعهد الأمان مثل القلادة وذلك نحب نعرف رأيكم هل هذا يعتبر دستور مبكر لجمهورية ولا لا لأنه أعطى لتطبيق القانون كل الأولوية وعالج أهم قضايا البلاد أنذاك من دين الدولة العاصمتها لعملتها الجيشها لصلاحياته لذاروة العمل وعدد العقوبات وغيرها كما شفنا ويقول الدكتور بن عماني لدرس هذا العهد أنه من ضمن المبادرات النادرة عبر التاريخ وينم عنوع كبير لدى ساس الجزائر بضرورة النظام والاستقرار ويقول تمثل وثيقة عهد الأمان في الجزائر سنة 1748 دليلا قاطعا على أن الدولة الجزائرية كانت قائمة وأن الحداثة في الجزائر لم تكن بفعل الوجود الاستعماري الفرنسي بها وذرك ننتقلوا لخوتنا في تونس لداروا حتى هما مثل هذا العهد وإن أصدر أحمد باي حاكم تونس وثيقة سماها عهد الأمان يعني حرفيا بنفس الاسم وهذا بعد عهد الأمان الجزائري بقرن 9 سنين لأنهم داروا عهد الأمان تونسي في 1857 وهنا نصحوا واحد الغلطة وقع فيها موراس الجزيرة في تونس لقال أن دستور عهد الأمان تونسي هو أول دستور في العالم العربي وقد تلا هتين الوثيقتين دستور عهد الأمان الذي يعد أول دستور في العالم العربي وقبل ما نختبق حاجة وهي ضرورة أن تخرج هذا الوثيقة من مجلدة الأرشيف ويقام لها معرض خاص يليق بأهميتها التاريخية لنعرف العالم بأن عهد الأمان الجزائري هو ثاني أقدم دستور في العالم بعد دستور سان مارينو اللي تكتب في 1600 ثم ثالثا دستور الماريكان 1788 وكمل معها حتى لدستير القرن العشرين وإن شاء الله يكون في هذا البحث إضافة لمعلوماتكم التاريخية ترجمة نانسي قنقر